رغم إيقاف استيراد الأسماك من قبل الحكومة أعلنت منظمة الثروة السماكية الإيرانية تصدير أكثر من 11 ألف طن من الأسماك إلى العراق خلال الأشهر القليلة الماضية المنظمة أوضحت أن صادرات الأسماك اشتذابت 20 مليون دولار من النقد الأجنبي في الأوينة الأخيرة وكانت وزارة الزراعة قد علند إيقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الحيوانية بسبب وفرتها في الأسواق المحلية ومن أبرزها الأسماك